لما العين ترمش غالباً توزع الدموع على القرانية وبالتالي ما يصير الجفاف أي مشكلة في هذه الحاجتين تنتين غالباً يبدأ يصير الجفاف وش أسباب الجفاف؟ أسباب الجفاف كثيرة واحد منها البيئة تحكم الناس اللي يعيشون في وسط المملكة مثلاً وشمال المملكة هذه مناطق جافة صحراوية غالباً يتعرضون الجفاف أكثر من غيرهم أو مثلاً مرتفعات الجنوب زي الباحة أبها المناطق هذه جافة فبالتالي يحسون أكثر من غيرهم بالجفاف غير لما مثلاً تكون عايش في جدة أو في الشرقية غالباً هذه المناطق رباً الجفاف يقل حتى لو عندك نسبة جفاف خفيفة غالباً مع الرطوبة ما تحس بالكلام هذا الأسباب الثانية بعد كمان ممكن تكون مثلاً الوظيفة إذا كانت وظيفتك لها علاقة مثلاً بالتركيز الطويل على الشاشات زي مثلاً مدخلي البيانات أو مثلاً مهندسي الكمبيوتر والشبكات الناس هذول بالعادة معرضين كثير للجفاف لأنه بالعادة الرمش عنده مشكلة فيه لما يركز على الشاشة بالعادة يفتعين والمدة الطويلة وبالتالي يتعرض للجفاف بشكل لأنه الدموع تتبخر بشكل أسرع من غيره الهوايات لها دور معين كمان لأنه الناس اللي مثلاً يحب يلعب غيمز مثلاً ألعاب إلكترونية شبابنا ما شاء الله تبارك الله الجميع نعم نعم وبنات وأولاد ما شاء الله تبارك الله فزيها